دكتور رامي مصطفى المدرس بكلية التربية الموسيقية أيضاً في جامعة حلوان يمكن سؤال الأول الإعاقة من الولادة ولا يعني بعد عوام من الولادة أنا من الصغر برضو يعني مولود برضو بنفس الفكرة ومش أكرر بقى نفسي كلام دكتور أحمد هو هو نفس الفكرة برضو طبعاً الأسرة هي اللي هي الدول الأساسي يعني أنا والدي توفى وأنا صغير والديت اللي كاملت المسيرة وبرضو الحمد لله كنت مصرة أن أنا يعني أعمل حاجة الحمد لله أنا كنت أعداديك وأنت أول عقاهرة ببعض السنوية عامة الحمد لله أنا كنت جايب مجموع عالي ودخلت من تحنق قدرات التربية الموسيقية وكذا بتهر أغبة أولى في التربية الموسيقية أه وكتت نستعمة مستغربة جداً لأننا كلية التربية الموسيقية بتاخد 50% يعني واحدة 50% فأنت جايب مثلاً في سنوية عامة مثلاً 89% طب إنت ري ما تخشش بقى حاجة تانية بقى إيه 99% لا أه الحمد لله فأنا أعاوز أخش كلية التربية الموسيقية قسم إيه بقى؟ إحنا عندنا مش أقسام إحنا بنتخصص إحنا عندنا قلت البيانو قلت الإجبارية على كل الطلبة أنا أتخصصت فلوت فلوت أما دخلت كلية طبعاً اكتشافت بقى أن في عالم مختلف خالص أنا في مطالب أن أنا لازم أذكر نوة والنوة دي مش موجودة مش متوفرة ومحدش هيعمل لك حاجة أنت هتصرف شوف هتعمل إيه وتصرف وبصراحة الحمد لله يعني أنا ربنا أكرمني بصحاب كنا بنساعد بعض بشكل يعني إحنا ما بنعتبرش أن هي مساعدة مصلحة بس هي مساعدة بشكل غير مباشر فتصرفت إزاي طيب؟ في ناحية النوة كان فيه الدكتورة اسمها الدكتورة أوفاء جمعة لكن كانت هي دخلت كلية قبل هي وخلصت من فترة وهي كانت عندها ميزة بقى أن هي كانت بتشوف ومتشوفش في نفس الوقت هي كان عندها نسبة إبصار كويسة ولكنها من مدرسة نور والأمل فكانت هي اللي بتحولي النوات بصراحة كلها كانت هي اللي بتروح واخد النوات يعني هي بتسألني أنت واخد إيه في المناهج بقولها أنا واخد كذا بتروح هي اللي هتبري نوات كلها على أديها طبعا ده من نسبة لها كان مجهود جامل جدا ولكنها الحمد لله أعتقد يعني هي تحميسة لده ما لقيت إن أنا شخص ملتزم في كلها أنا كنت دايما الحمد لله بطلع على دفعتي الرابع الخامس تالت جميل جدا اللي حدث أنا رابع الحمد لله هو بس بعدك الحمد لله والمشوار الأكاديمي بقى اتعينت الحمد لله في سنة 2012 في كلية وابتدت بقى رحلة الماجستير والدكتوراه طبعا برضو في التعين كان برضو نفس الفكرة أن مش كله مقتنع بأن أنا حقدر أدي أخون طبعا عندنا كمعش في كلية عملية في حيث تنته إزاي حتوصل المعلومة إزاي حتقول طبعا انقسمت الكلية ما بين معارض ومؤيد وأنا طبعا قلت معارض الأولى أنا كان معارضين كتير لحد ما الحمد لله دخلت وبتريت يعني أمسك محاضرات شوية شوية إحنا الحمد لله الميزة عندنا في كلين إحنا عشان كليا عملية فعدد السكشن مش كبير يعني ممكن السكشن في 15-25 فهذا كان بيساعدني طبعا شوية مع أن أنا كمان كنت حابب الموضوع والحمد لله عملت الماجستير ودكتوراه 2019 الحمد لله بسم الله ومشاء الله برضو نفس التخصص اللي هو لا أنا تخصص بعد كل ما تعينت تعينت بدلس حكس بارتجال وصلفيج اللي هو أن أنا إزاي يعلم ولد ما بيقراش نواة خالص زي نواة ديقرة بقى يقرى نواة إزاي ويعزف إزاي وكلام ده كله الجميل 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 اشتركوا في القناة